اشتركوا في القناة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالي مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية في القاهرة حيث نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنيات جلالته لجمهورية مصر العربية الشقيقة بدوام التقدم والازدهار من جانبه حمل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معالي تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله وتمنياته لمملكة البحرين بالمزيد من التطور والرقي والرخاء مؤكدا فخامته عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين منوها بالمواقف الأخوية لمملكة البحرين الداعمة على الدوام لجمهورية مصر العربية هذا وقد أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن اعتزاز مملكة البحرين بما يربطها من علاقات أخوية وطيدة وراسخة مع جمهورية مصر العربية على المستويات كافة وما تشهده من تطور وتقدم مستمرين يعكس مدى اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على المضي بكل أوجه التعاون وتنسيق المشترك لآفاق أرحب بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين مشيدا معاليه بالدور الاستراتيجي والمحوري لجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وخلال اللقاء تم استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك